تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزرات وأولياء العهود بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه مقاليد الحكم أعربوا فيها عن خالص تهنيهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وعطي بتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار